ربنا ابتلانا كل فترة بواحد بيظهر على الإعلام بيدعي العلم يتهم السنة النبوية المشرفة زي إسلام البحيري ووسيم يوسف وغيرهم مصداقا لقول الرسول صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا هل عسى رجل يبلغه الحديث عني وهو متكئ على أريكته فيقول بيننا وبينكم كتاب الله فما وجدنا فيه حلالا استحللناه وما وجدنا فيه حراما حرمناه وإنما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما حرم الله صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم ونتاج هذا ظهرت جماعة تسمى القرآنيون يكونون أنهم ملتزمون بالقرآن الكريم فقط دون السنة النبوية المشرفة هناك العشرات من الأدلة على خطأ القرآنيون من القرآن الكريم ومن المنطق والعقل أولا قول الله سبحانه وتعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا صدق الله العظيم وأيضا قول الله سبحانه وتعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى صدق الله العظيم وبالتالي فإن من أنقر السنة فقد أنقر القرآن الكريم أما عن الدليل العقلي والمنطق فهناك المئات بل الألاف من الأدلة إذا كنت صادق فاذكر لي آية تحدد عدد رقعات صلاة الظهر اذكر لي آية تحدد مواقية الإحرام في الحج والعمرة أخي الكريم أختي الكريمة القرآن والسنة النبوية المشرفة متممان لبعضهما فلا يستقيم الأمر بإحداهما دون الآخر توبوا إلى الله وارجعوا إليه جزاكم الله خيرا اشتركوا في القناة